في خطوة اعتبرت كمحاولة لتكرار سينيارو عدن بدأت قوات الحزام الامني المدعومة من الامارات بالانتشار في محافظة الضالع وادى هذا الانتشار الى انجلاع الشباكات بين قوات الحزام وقوات امن الضالع مما ادى لسقوط جرحى ادارة امن الضالع اصدرت بيانا اتهمت فيه قوات الحزام الامني بمحاولة اغتيال نائب مدير الامن بليغ الحميدي واوضح البيان ان قوات الحزام الامني اعتدت على نقطة امنية متواجدة منذ اربع سنوات وهي النقطة التي بحسب البيان كانت حاجزا منيعا امام تمدد ميليشيا الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح بيان امن الضالع اتهم الحزام الامني بالقيام بتصرفات رعنى استهدفت النقاط الامنية بهدف السيطرة على الضالع لتنفيذ سياسات قال عنها البيان بانها معروفة مسبقا في شارة الى الاجندة الاماراتية المرفوضة من قبل الشرعية قوات الحزام الامني وفق مصادر اعلامية انتشرت بغطاء من محافظ محافظة الضالع علي مقبل صالح الذي وجه وفق وثيقة مسربة تعميما برفع جميع نقاط الضالع وتسليمها لقوات الحزام الامني كانت الحكومة قد اعتبرت في رسالة بعثتها لمجلس الامن الدولي قوات الحزام الامني والنخبتين الحضرمية والشبوانية تشكيلات تتبع التحالف وتعرقل عمل الشرعية ومع ذلك فان قوات الحزام الامني تواصل توسعها في المناطق المحررة رغم ادراجها رسميا ضمن الميليشيات المتمردة على الشرعية وهو ما اعتبره ناشطون تحديا من قبل الامارات للسلطات الشرعية واستمرارا للصراع بين الشرعية والتحالف الصراع الذي يؤثر سلبا وفق وزير الداخلية احمد الميسري على مواجهة ميليشيا الحوثي